ولتسليط الضوء على هذا الحدث البارز ينضم إلينا مباشرة من السعيدية مفد انفاند كاتخ جواد تويول جواد مرحبا بك إذن مدينة السعيدية على موعد مع حدث بارز يهم القارة الإفريقية ضعنا في أجواء وصيق هذا الحدث جواد طبعا فاطمة مدينة السعيدية تحولت اليوم إلى عاصمة لجهات إفريقيا والحدث الأبرز طبعا هو احتضانها لأشغال المنتدى الأول لجهات إفريقيا الذي تنظمه جمعية جهات المغرب تحت شعار مساهمة الجهات في دينامية التنمية المسدامة والاندماج الإفريقي هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية ومجلس جهة الشرق يأتي تنفيذا لمخرجات الجمع العام لمنظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية بمناسبة القمة الثامنة لمدن الإفريقية المنعقدة بمراكش عفوا سنة 2018 نعم جواد هذا المنتدى يعرف مشاركة أكثر من عشرين دولة إفريقية تعتمد نظاما لا مركزيا زودنا بمعلومات أكثر عن نوعية وطبيعة المشاركة في هذا الحدث طبعا فاطمة هذا المنتدى في نسخته الأولى يعرف مشاركة رؤساء جهات إفريقية وحكومات فدرالية بالقرى الإفريقية يمثلون تقريبا عشرين بلدا إفريقيا وأيضا خبراء وشركاء مؤسستين في مجالات التنمية إلى جانب فاعلين وطنيين وممثل منظمة دولية تعنى بقضايا التنمية طيب هذا المنتدى الذي يعتبر أيضا فرصة لتقاسم تجارب الحكومات والجهات من أجل التعاون اللامركزي بإفريقيا نود أن نتعرف أكثر معك جواد ما هي أبرز القضايا والمواضيع التي ستحظى بالنقاش في هذا اللقاء الإفريقي طبعا فاطمة هذا اللقاء سيبحث عدة مواضيع وقضايا راهنة من قبيل مثلا الشركات جنوب جنوب والتنمية المستدامة والتخطيط الترابي أيضا والتغيرات المناخية والمرونة الإقليمية إلى جانب تدبير الموارد الإدارية والمالية ويشكل هذا الموعد الإفريقي الهام أيضا فرصة لتسليط الضوء وتقاسم التجربة المغربية التي ركمتها المملكة في مجال تدبير الجهوي والتخطيط الترابي وإيضا من أجل إرساء خارطة طريق تعنى بالنهوض بالتدبير الترابي وتعزيز التنمية الجهوية جواد تويول موفد إنفاند كاتخيلة سعيدية لتغطية فعالياتي الدورة الأولى لمنتدى جهة إفريقيا شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات والتوضحات اشتركوا في القناة